السلام عليكم ورحبا بكم في قناة دي زيت بول كنت أحب أن ندر هذا الفيديو لكي نقدر على أسطورات الفريق الوطني الجزائري وهو شريف الوزاني طهر شريف الوزاني يلعب في الفريق الوطني يربح كأسي فريقية 1990 كان أساسي في وسط الميدان يربح الكأس الأفرواسيهوية كان من الكوادر في الفريق الوطني في هذه الفترة يربحنا كل شيء يلعب في منصب ريجيستا وهو المايسترو كان يلعب في ريجيستا وكان الناس لم يكن على بلها وشمعتها ريجيستا سوف ترى في هذا الفيديو الأدوار التي يلعبها مع الأمسيو كان يلعب في مولودية وهران في هذه المباراة في 1996 نهاية كأس الجزائر أمام اتحاد البوليدة سوف ترى الأدوار التي يلعبها وكيف الشريف الوزاني كان يسيطر على وسط الميدان لعب رائع قائد حقيقي وما يصطره حقيقي الناس كما تلقى شوش الدير يقوم ب今天的 تمريرات قائم هو المحطة الأولى لخروج بالكرة كان دائما ترى تمريرات الأمام جامي لم أرى تمريرا وغير تمريرا من وراء كان في شوط الإضافي ولكن كان هناك حالة الضغراح والشوط الإضافي ونرى الناس استرجع الكرة ونرى الحرس لدينا سول باس لمريرا من وراء تقريبا لا يمكن أن تمريرا من وراء من حيات التمريرات ونرى تمريرا من وراء هنا وفي شوط الآني بداية شوت ثاني في ضربة الانطلاقة هذا وش دار في التمريرات الوراء وتمريرات بالعرض كل التمريرات الوزاني للأمام في بناء اللعب كان وسط ميدان كان صانع ألعاب متأخر كان لمسي وهنا كانوا يلعبوا بالرجيستة قبل ما كلمة ريجيستة الناس تعرفها هكذا شايف كيف في الجزائر أني نهضر والا هاد اللعب هاد لمسي وكانوا يلعبوا بطريقة حديثة في وقت اللي قولوا عليه وقت الجاهلية مهم راكم تشوفوا وسط ميدان رائع كان يسترجع كورات كان يبان للرفقة دايمن في وسط الميدان كان ياخذ المسئولية وقال لي جوارت على المسيو كما راكم تشوفوا الشيخ بن زر قال لي ездر في وسط الميدان هنا كل ما تكون عندهم الكورة دايمن يحوسوا على الوزاني دايمن Optimus اللي يعرفوه الشي يدير به اللي نعطيه الطهر شريف الوزاني هو اللي يستكلف بالقضية وتمريرات التعامل الأمام كانت دايما لصناعة الفرص كانت دايما تتحول إلى فرصة إلى توزيعها المهم تمريرات التعامل الأمام كانت عندهم فائدة دايما لعب تاعه لعب إيجابي كانت في مرحلة الاسترجاع اقطع الكرة وتحول بها الأمام ودايما تعطي لقطة خطيرة ويتحولوا دايما بها إلى منطقة الخصم هنا مرة أخرى يسترجع الكرة هنا ويمد تمريرات الأمام كان في الهجوم يلعب من صابح من صابح اللي كان لعب خاطر جدا هنا كيف كيف المدافع عاودي ولي مع شريف الوزاني مكان لكورة طويلة لتشتيت الكورة شوفي عاودي ولي مع الميليوتيرا على بل وراه وشريف الوزاني تمريرات للأمام هنا كيف كيف تحول بها للأمام تحرك للأمام وربح خطأ رقم 6 وهادية في التسعينات في التسعينات رأينا نهضروها اللعب كما هذا في التسعينات على أبيان الكبار كيف تسمحهم يهضروه تقول مشاروه يهضروه بسكو على بالهم مشارب يهضروه كان يشوفوا بالون بكري كان يشوفوا كانت الكورة هذا اللقطة عادي تعمل صابح كنت حامل ديرها لكم كان اللعب خاطر جدا ورأس حربة كان يلعب على الجهة اليمنى على الجهة اليوسرى سريع جدا هنا كان جانم صابح المهم كان خاطر جدا شوف شريف الوزاني الميسطرو شوف هنا بناء اللعب من الخلف كانوا يلعبوها أقدر لامسه وشوف كيف شوف شوف يتحول حد دمولاي هنا كان جان أعطاه الشريف الوزاني اللي تحول للآمام شوف كيفاش هنا استرجاع الكورة في منطقة الخاصم شريف الوزاني تمريرا الآمام فهمتوا كيفها ميليوتينة رقم 6 رقم 6 بصح ما يصطروا كانوا عندو زوج لجوار اللي كانوا يخدموا إليه في المليو باش ما يجريش أنا كان في عمره 30 سنة كان بداي يلحق لنهاية المشوار كان عندو شيخ بن زرقة اللي كان يلعب ورح تضحكوه كان جوار اللي واسمه سيد حمد زروقي في المليو كان عندهم الريجيسطا تحهم اللي هو شريف الوزاني شيخ بن زرقة و سيد حمد زروقي اللي كانوا اللي يرد على المسيو بكري المشكلة أنا نظن المسيو هنا بكري كانوا يلعبوه لعب حاديث البليدة هنا ما كانوش يراقبو الريجيسطا تح المسيو شغلهم ما في رأسهم مدرب الخاصمة هنا مدرب بتاع بليدة ما كانش دايلوا حساب شغل يقول لك الله بعيد الله متأخر ما رحش يأثر علينا بليدة كانوا يلعبوه بدون مراقبات على الريجيسطا ما كانوش فايقين باللي كان شغل رقم عشرة من متأخر هو اللي كان يدير اللعب و كانت عندهم صعوبات كبيرة في هذه المباراة بليدة باش يحبسوا اللعب تعلق المسيو كانوا يلعبو بلوك بار بلا ما يضغطوا على صانع الألعاب تعلق المسيو اللي كان هو شريف الوزاني اللي كان يديروه شي حباه في وسط الميدان شوف هنا دائما يربح المسافة بالتمريرات تشوف هكذا تمرير بالعرض بسحرها سيدي بلاسا سيتحرك شوف هناك كيف يغير الناحية رقم عشرة تعصها بسحر الناس ما فاقولوش ما فاقولوش خلاوه ليبر قاعد الماتش هذه اللي ما فاهمتها بليه شوف كان يتحول للأمام كان يلعب في منطقة الخصم ثاني في شوت الثاني هنا كان هو اللي اللي يوجه اللعب هو اللي يعطي التمرير المفتاحية يعني ستيام ميليوتين عصري اللي سبق الفترة كان خدار العفانس بزاف على وقته هنا في وضعيات دفاعية ربح الصراع هنا ونضغط على الخصم وقدروا يسترجعوها وتحولوا بها للهجوم هنا دائما هنا شيخ بن زرقاء شريف الوزاني وقف هنا تمرير الأمام يكسر بها الخطوط هنا استرجع يفتك الكورا للمنافس شوف هنا شيخ بن زرقاء قلع بها ويعطيها للشريف الوزاني لا بده وشارح يدير بها شريف شوف كيف يغير الناحية هو مايستر هناك دور دفاعي لتغطي على المنطقة هنا العودة الى الدفاع على البلي ديفونسيف هنا في الشورط الإضافي مخالفة شوف كيف نفدها ذكية جدا لحده مولاي لدارتها مريرة رائعة هنا وكادوا يسجلوا هدف بلمسة واحدة شد ضربة في البالون واحدة الزوج وثلاثة كانوا يلعبوا لعب ما شاء الله لمسيو وشريف الوزاني كان عنده دور كبير في هذا الفريق فوالا إن شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو تاع لعب اللي كان يلعب في منصب رقم 6 وكان يلعب بشغل ريجيستا في التسعينات كانوا يلعبوا لعب عصري لعب حاديث ما شاء الله على كلها ما كانوا إمكانيات كما تعذرك المهم عندنا دايما مواهب في الجزائر كانوا لعبين من أعلى طيراز ورعا أعطيكم صحة لتبعتوا هذا الفيديو نقولكم قوة على خير صحيح